السلام عليكم يارب تكونوا جميعا بصحة وخير دايما نهاردة بإذن الله هقول لكم ازاي نحطر مع بعض الكسبرة في البيت ونطحنها كمان وتطلع معانا حلوة جدا جدا ونستخدمها في أكلات كتيرة زي الملوخية وزي السمك طبعا الطريقة دي بتخليها ريحتها تكون ظهرة معانا جدا وبتخليها لما نيجي ان احنا نفرقها تبقى نعمة معانا جدا اول حاجة بنجيب التوصى ونرفعها على النار ولازم النار تكون هادية بعد كده بنزل بالملح بتاعي وكمية الملح بتكون قد كمية الكسبرة وبحمصهم كده مع بعض لحد مريحة الكسبرة تطلع معايا بعد كده بطفع عليه النار وببدأ اننا ناخده كده وبضيفه في المفرمة بتاعة التوابل بالشكل ده كده طبعا زي ما قلتلكم الملح بساعد ان الكسبرة تتفرم معانا وتطلع معانا نعمة جدا بالشكل ده كده طبعا باقي معاها قطع باخد القطع دي وبفرمها تاني بس انتوا شايفين هي طلعة معانا نعمة جدا ازاي عايز اقولكم دينا نضيفها على الاكل بتبقى ريحتها حلوة جدا وميزة جدا وكمان لو ضفناها على خلطة السمك المقلي او الملخية بتدي لها طعم وريحة وكمان لو ضفناها على خلطة المحشي جربوها اتعجبكم جدا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد ما تنسوش تقول لي رأيكم ايه في التعليقات وكمان ما تنسوش اللايك اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة